السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكم من جديد لشروحات جديدة لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطر عشان تشويكم الاشعارات اول باول كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية جي 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 وان اكس او الدكتور جمال بالعربي هتضغطوا اشتراك وتفعلوا زر التنبيهات ممكن تدخلوا على القناة وتشيكوا عليها وتشوفوا الاشياء اللي فيها توجد فيها العديد من الاشياء اللي قاعدين اشرحها في لغة بسيطة وعامة وان شاء الله الكل يتفهمها غير كده في قواعم تشغيلية زي ما انتم شايفين في عنوين طبية وعنوين تقنية وغيرها الكثير ما راح اطول معكم ممكن تروحوا وتتفحصواها بنفسكم والى مقطع جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم دياجيسين ان السمول انتستين نوت مين دياجيسين تتكيب بايتس ان السمول انتستين باربين كرياتيك اميليز قال لك انه الهضم الاساسي يكون او يأخذ مكانه في الاسمول انتستين في لمعات دقيقة عن طريق اللي هو البانكرياتيك اميليز اللي هو الاعصار اللي بتفرز عن طريق البانكرياتيك ليش قال they said دياجيسين is complete by بنكرياتيك اميليز because food stay for a longer time as we said in mouth is shorter time في الفم يتكون الوقت قليل جدا لكن في السمول انتستين it's stay for long time تبقى الوقت طويل جدا في السمول انتستين عشان كده يتم عمليات الهايدروليسيس what are disaccharides we say that disaccharides its definition is convert disaccharides to monosaccharides which is absorbable form اللي هو تحول السكريات الثنائية السكريات الحادية اللي هي الشكل النهائي عشان يتم الامتصاص فقال what are disaccharides they are present in the brush border epithelium of the intestinal mucosa فهو موجود في brush border epithelium of intestinal mucosa cells هذه العبارة عن مكان موجود في الانتستين يتكون موقع الانزيمات في هذه المنطقة so this is the place in the intestinal ليومن which is which these enzymes are located where the result where the result monosaccharides and other arising from diat are absorbed بمعنى انه في هذا المكان حيث انه المونسا يعني خلاص تكون the polysaccharides are or disaccharides are converted to monosaccharides يعني اللي بتكون تحولت الى المونسaccharides أو السكريات الوحدية أو الغذاء اللي بيوصل فيه بالنهاية اللي هو الغذاء اللي انت بتاخذ على طريق الاكل حتى يصل الى منطقات الامتصاص فأعطينا اصلا اصلا امثلة before for disaccharides and now we repeat it again the different disaccharides is maltase we set its work in maltose اللي بتشتغل على المالتوز saccharides اللي بتشتغل على الايزو اللي هو saccharides isomaltase اللي هي عبارة عن bifunctions يعني bifunctional enzymes بتشتغل وظيفتين هي الhydros اللي هو saccharides and isomaltase كمان قلنا من امثلة اللي هو disaccharides اللي هو lactase واللي هو بيشتغل على lactose فممكن نحط موضع للسؤال disaccharides all enzymes the flowing except maltose or maltase saccharides isomaltase lactase and alpha amylase you will choose alpha amylase because I said accept except فهنا موضع سؤال ممكن يكون انه كل اللي تحت في الخيارات عبارة عن disaccharides except عدا فاذكر لك الامثلة اللي هنا اللي هو amylase اللي هو maltase saccharides isomaltase lactase وبعدين اذكر لك اللي هو alpha amylase فانت تختار alpha amylase اللي قلت في السؤال except اللي هو عدا فهذا موضع للسؤال وبطريقة اخرى طيب هذا هو البرش border of epithelium of the mucosal cells of the intestina اللي هو في جهة الليومن اللي هو المبطن للمعدة بعد ما يتكوّلنا اللي هو بعد ما يجي الاميلase يكسر الاميلase يكسر اللي هو breaking down of polysaccharides to monosaccharides بعد ما يجيبنا اللي هو المونسaccharides اللي هو زي اللاكتوز والمالتوز والساكرز بيجي الانزائمات اللي هو الدايسaccharides اللي موجودة في هذه المنطقة which is located here in the brush border of mucosal cell or epithelium mucosal cells فعندنا اللاكتوز works on lactose to hydrolysis from lactose to glactose and lactose بتحوّل الجلactose الى مكونات الاساسية اللي هي الجلactose واللactose بالنسبة للمالتوز بيجي انزائم called مالتوز works on مالتوز to hydrolysis into two molecules of جلوكوز because it's simple is two molecules of جلوكوز فتشتغل على المالتوز عشان تسوي لها hydrolysis اللي هو تحليل عشان تعطينا اللي هو الجلوكوز اللي هو وحدتين وظيفيتين او وحدتين من الجلوكوز لانه المكونة اساسية للمالتوز هو عبارة عن سكريين وحاديين من الجلوكوز السكروز بيشتغل عليه السكريز عشان بيحول لنا اللي هو الفراكتوز والجلوكوز لانه السكروز بيحتوي على الجلوكوز والفراكتوز ثم بتتم بتروح الى البلازمة اللي هو حيث يكون موجود البلود بس هذي عبارة عن figures للتوضيح عن طريقة عمل هذه الانزيمات فهنا الرياكشنز هنا الكلام هنا نحن نتحدث عن الصور اللي قبشينا نشرحها فعندنا اللي هو المالتوز بيشتغل على انزيم من انواع الدايسكريز والمالتاز علشان يعطينا مكونات الاساسية اللي هو الجلوكوز عندنا السكروز ايزو مالتوز اللي بيشتغل على نوع من انواع الدايسكريز called سكريز ايزو مالتاز عشان يعطينا 3 موليكوز of جلوكوز and 1 موليكوز of فراكتوز اللي هو اللاكتوز بيشتغل عليه انزيم من انواع اللي هو types of ديسكريز called لاكتاز عشان يعطينا الجلوكوز واللاكتوز absorptions انتهينا من عملية الـ digestion we finished the process of digestion and we move to the absorptions process راح ندخذ عملية الامتصاص وزي ما عرفناها we'd finished these terms before it's transporting of simplest units which is like monosaccharides from the gastrointestinal tract GIT to the blood فعملية النقل الغذاء والسكرية وحادية إلى من المعدة أو الأمعادة دقيقة أو من الجهاز الهضمي إلى الدم طيب absorption of carbohydrates starts or begins at the upper intestinal mucosa في ال upper intestinal mucosa هذا عبارة عن مكان موجود في اليومنس تبع ال intestinal اللي هو في الأمعاد absorbs the bulk of the poly of dietary sugars فيتم الانتصاص اللي هو السكرية اللي جاية من ال dietary ومن الغذاء insulin is not required for uptake of gelucose زي ما عارفين أنه insulin يفرض عن طريق البنكرياس علشان يتم امتصاص في حالة إذا كان معدل سكر الدم في السكر في الدم عالي اللي هو هايبرجليسيميا so as we know the insulin is required for اللي هو reduce the level of the blood gelucose concentrations so here in the absorption of gelucose is not required it's required in the absorption from the blood to the preferred tissue we're yet to need insulin لكما بعد عملية الإنسلين تتم ان ا woocacles سيأكل الغذاء менее because it will cause every week above the breathing تكون معدلة في الأمعاد الدقيقة سيتم إمنتصاصها في حالة الإمنتصاص هذه لا تحتاج الأنسلين لكن بعد ان يتم إمنتصاصها وتروح للدم عالي الشكرياتزية توجد في الدم فLo ارتفع الشكريات في الدم في هاي الحالة إحنا محتاجين الأنسلين يتم إفرازه ويصير موجود في الدم بحيث أنه يتم امتصاصه من الدم السكريات التي يتم امتصاصه من الدم ويتم تخزينها مثلا في الليفر أو في المسلس في الكبد أو العضلات عشان بشكل اللي هو إجلايكوجين بحيث أنه يتم تقليل من نسبة السكر لكن في عملية الامتصاص هذه يعني ما لازم يكون موجود فعملية الامتصاص تتم يعني بطرق أو في ويز فعندنا عملية الامتصاص تتم بثلاث ميكانيزم الثلاث ميكانيزم هذه الثلاثة الطرق هي عبارة عن Passive Diversions Facilitate Diversions and Active Transport أو Passive Diversions هي عملية الانتشار فما محتاجين لا طاقة ولا محتاجين قناة أو كارير فيتم عملية الانتشار هذا من High Concentrations to Low Concentrations وتسمى بعبارة عن Down Gradients فهي تنتقل من المكان اللي هو عالي تركيز إلى المكان الأقل تركيز من غير لا طاقة ولا حامل أو قناة الباسيف أو Facilitate Diversions هي عملية انتقال من High Concentration to Low Concentration تسمى بالDown Gradients من التركيز العالي التركيز المخفض لكن بحاجة إلى كارير أو قناة ناقل أو قناة لكن الـ Active Transport فهذه محتاجة إلى قناة محتاجة إلى قناة محتاجة إلى قناة كارير ومحتاجة كمان إلى انيرجي as the form of ATB وكمان عملية النقل تكون من Low Concentrations من المكان المنخفض تركيز إلى High Concentration إلى المكان العالي التركيز عشان نفهم الفروقات بينهم في هذا الجدول and this schedule is more clear the difference between the three mechanism فعندنا الـ Passive Diversions About the Concentration Gradients As we said the Passive Diversions is down the concentration gradients from High to Low فيعملية Down Concentrations من التركيز العالي إلى التركيز المخفض الـ Facilitate as we said about the Concentrations is down also concentrations from High to Low لكن الـ Active Transport فهو Agonist يكون عكس الـ Concentration عكس التركيز from Low to High هذا بالنسبة ليش للـ Concentration Gradients بالنسبة للـ Energy فعند رق استخدام الـ Energy الـ Passive Diversion ما بيستخدم or None Energy Used فما يستخدم له الـ Energy الـ Facilitate كمان None ما بيستخدم له الـ Energy لكن الـ Active Transport فهو بيستخدم الـ Energy as a form of ETB بالنسبة للـ Carrier or Protein Transport فعندنا بالنسبة للـ Passive Diversions No Require for Transport ما محتاج لقناة ولا Carrier الـ Facilitate Diversions Require Carrier or Transport فمحتاج إلى ناقل أو قناة بالنسبة للـ Active Transport برضو كمان محتاج إلى قناة وناقل بالنسبة للـ Speed أو سرعة عملية النقل هذي بالنسبة للـ Passive فهي Lowest Mode فهي أبطع شيء لأنها لا تحتاج لا طاقة ولا كمان ناقل عشان ساعدها في عملية النقل الـ Facilitate عبارة عن سريعة لأنها عندها الـ Carrier عندها الناقل بالنسبة للـ Fast Mode وهي الـ Fast Mode وهي الـ Active Transport لأنها عندها طاقة تتفاحها في عملية أو تسرع هذه العملية وعندها كمان اللي هو الـ Carrier الجولوكوز is polar molecules يمكنهمها من قبل من قبل الماء الـ Pylayers cells الباب الماء اللي هو في الثاني ميمبراين القشاء الخلوي يحتوي على الباب الماء اللي هو العبارة عن دهون فلأن الجولوكوز عبارة عن بولر يعني ذلك أنه يحب للماء فصعب أنه يعبار عن طريق هذه الدهون فعشان كده قال فما تقدر تعبر عن طريق السيل ممبرين عشان كده عشان كده عشان كده محتاج طاقة عشان يكسر الروابط الهايدروكربونية في الفاتي أسيد فعشان يعمل على هذا الشيء فهو محتاج إلى ترانسبورد عشان كده بيستخدم عمليات اللي هو الفاسيليتات فمحتاج ترانسبورد الجركوس ترانسبورد عندنا نوعين إما نوع بيعتمد على الـ Na اللي هو الصوديوم فإتس كولد إتبيند عن الـ Na أو صوديوم موليكوز فكولد لها إختصار اللي هو الـ SGLT S for صوديوم GL for جلوكوز T for transport وفي عندنا نوع آخر other type called Na independent فهو نوع لا يعتمد على الصوديوم It don't depend on صوديوم Also called جلوكوز ترانسبورد في الإختصار هو جل U T بالنسبة لي اللي بيعتمد or depend on صوديوم like this here فالجلوكوز عبارة عن الـ Receptors هذي عبارة عن Receptors بيحتوي على اللي هو مسارين مسار لـ Na فيدخل الـ Na بيغير في الشكل هذا مما يسمح للجلوكوز إنه يدخل فهذا هو عبارة عن الصوديوم اللي هو جلوكوز ترانسبورد وعندنا نوع آخر بيدخل الجلوكوز والفركتوس عادي من غير الصوديوم فاللي بيعتمد which is depend on the صوديوم called اللي هو co-transport which is mean it has two binding sites عندها مكان لإرتحام أو عندها مكانين لإرتحام شيئين الأول اللي هو الجلوكوز والثاني اللي هو الصوديوم when sodium is contact or contact or يعني with the receptors it's make تعمل اللي هو تغير في السل مبراين عشان يسمح في دخول الجلوكوز عشان نعرف خصائصها رح تمشي معانا و رح تفهموها أكثر فأكثر you will understand it by moving forward in these slides NA depend اللي بيعتمد which is depend on the NA or sodium types is co-transport as we say it means has two binding sites two binding sites مكانين للإرتحام transport once for NA واحد للصوديوم and the other is for جلوكوز الثاني للجلوكوز NA binding is important because NA binding down concentration زي ما قلنا معنا down from high to low فانتقل من التركيز العالي إلى المنخفض فمنه محتاج طاقة it doesn't need energy so down the concentration gradients and جلوكوز goes agnist معناته محتاج إلى energy فهو بيستخدم active transport فعبارة عن قال جلوكوز goes agnist the concentration gradients بيمشي عكس التركيز ATP is spent in the level of NA ATP pumped or sodium potassium pumped to expel the NA out عشان انتم بعلم انتص ال-NA هذه عن طريق قناعة تسمى البوتاسيوم والصوديوم pump اللي هي بتحتاج طاقة فنشوف ها الحين بالصورة أوضح بالفقر you will see it in the figures so it will be more clear both جلوكوز and جلاكتوز هذول المركبين جلوكوز جلوكوز عادة يمتصوا بهذه العملية أو بهذه الطريقة so post جلوكوز and tractose almost absorbed by a sodium dependent process this is the figure to more understanding so we got here the NA which goes down concentration means from high to low concentrations without energy without carrier but جلوكوز from low to high concentrations so agnes concentration so it needs energy after the jolicoze and NA the jolicoze will go and enter the dham on the carrier on the other but NA will be on the other channels called sodium potassium pump or ATP on the way to استخدم الATP عشان تطلع الصوديوم تدخل البوتاسيوم بالنسبة للصوديوم independent transport use facilitate transport these transport are numbered from 1 to 14 جلوكوز transport فهي هذه الترانسورت عندنا 14 نوع وال14 هذول يسمو بالأرقام عندنا جلوكوز ترانسورت 1 جلوكوز ترانسورت 2 إلى 14 so we got these numbers are named by their number so it's جلوكوز number 1 جلوكوز number 2 and so on the most important two to transport is جلوكوز ترانسورت 2 and جلوكوز ترانسورت 5 in the intestine جلوكوز 2 are present toward the cirrhosis the cirrhosis surface of the intestinal epithelium هين عرفش المقصود بالcirrhosis اللي هو surface عادةً اللي بيكون جهته إلى جهة الدم أو الأوعية الدموية cells and the glucose files are present toward the human or the nominal surface اللي بيكون جهة علمها عشان توضح الصورة موجودة هنا الصورة هذا عندنا البلد وهذا عندنا اليومينس وهذا عندنا السلس فهنا يتم امتصاص أول شيء الغذاء بعد ما تم تكسيره إلى الجلوكوز والفركتوز وإلى آخره يجي الجلوكوز 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 لكن أنواع ثانية زي الفركتوز اللي بتستخدم الانديبندنت اللي هو صوديوم انديبندنت ترانسبورت بتدخل عن طريق اسمه جلوكوز ترانسبورت 5 واحد من الأربعة عشر اللي ذكرناهم وهو قلنا بيكون تورد 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 فيكون بيجيهة الليومين لأنه هذه الليومين فنما يجي when it's يعني go out to the blood عشان يتم خروجها إلى البلد الجلوكوز بيخرج عن ترانسبورت تورد تورد اللي قلنا هو عبارة عن تورد 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 المثال تورد 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 طيب الابتاك جلوكوز في بريفلا سيلز الابتاك المقصود فيها انه خلاص الهين جلوكوز موجود في الدم طيب الهين خلايا كيف تستفيد منه كيف يتم امتصاصها في هالي الحالة احنا محتاجين انسولين لانه اذا ارتفع نحتاج انسولين لتقرير الجلوكوز من هايبر جلوكوز إلى هايبو جلوكوز إلى اقل بنسبة السكريات فعبارة عن الابتاك of preferential not the absorptions فيعني ما بيكون زي ما احنا تكلمنا في البداية اللي هو عن الهومن لما يتم امتصاصها ما محتاج الانسولين لكن في هذا الحالة محتاج الانسولين أو في هذا الموضع الميكانزم الطريقة الامتصاص هذه تكون facilitate diffusion معناها محتاج carrier والcarrier هو عبارة there are seven important جلوكوز transporter السبع carrier او transporters عبارة عن سبع uptake اللي هو special cells موجودة في خلايا معينة السبع دول موزع في خلايا معينة they have been numbered from one to two two سفين فهي مراقمة من واحد الى سبع فقال جلوكوز transporter one جلوكوز transporter two and to the siphine they are biologically اللي هو important فهم مهمين these are the siphine جلوكوز transporter ف the most important is we got جلوكوز transporter two جلوكوز transporter five and the most important thing is جلوكوز transporter four because it's depend on the insuline لانه محتاج الإنسلين من الأعضاء اللي مهتمة أو محتاج الإنسلين عشان يتم المتصاصل الجلوكوز فيها عندنا الادبوس tissue وال muscles وال heart أو skeletal muscles وال heart فهي عبارة عن infection تباعها اللي هو insulin stimulating جلوكوز uptake فانما يكون concentration جلوكوز أو blood جلوكوز concentration عالي في البلود يتم إفراز اللي هو الإنسلين الإنسلين بيرتبط في الجلوكوز transport اللي موجود في المسلز أو في الادبوس علشان يسمح لترانسلين هذا يستقبل الجلوكوز الزائد اللي موجود في الدم فأهم شيء بالنسبة لنا اللي هو جلوكوز transport 4 اللي هو found in heart and skeletal muscles and adipo فهذه عبارة عبارة عمقدمة عن طريقة الامتصاص وعن طريقة الهضم والامتصاص لكن كيف يستفيد منها الجسم هذه هي عمليات الموتابوليزم أو عمليات الأيض فخلونا نعطيكهم الانتروداكشنز أو مقدمة للموتابوليزم عشان تأخذوا فكرة كيف يتم العملية The products of digestions اللي هو provided provided tissues with the building blocks for synthesis of complex molecules and also with the fuel to power of living process قال إنه المنتجات اللي تم صناعتها عن طريق الهضم بتوفر اللي هو قطع زي كأنه تقول blockات علشان يتم عملية فيها البناء أو الصناعة عشان هي عبارة عن قطع صغيرة ممكن نكون فيها قطع كبيرة اللي هو complex molecules and also with the fuel اللي هو عبارة عن وقود أو الطاقة to power the living process عشان يتم عملية حركة يدك الكلام النطق التنفس هذه كلها محتاجة طاقة طاقة هذه تجي عن طريق عمليات الموتابلزم اللي هو عشان تعطي power to living process عشان تعطينا اللي هو العمليات الحيوية the fate المصير of dietary components يعني مصيرها بعد هذه dietary components after digestion بعد هضمها وامتصاصها and absorption اللي هو can institute the intermediary metabolism فتكون هي عبارة عن مركبات متوسطة تحتاج لعملية الموتابلزم أو عمليات الأيضا طبعا كل شيء هي وضح في المحاضرات القادمة لكن هذه لأنها عبارة عن مقدمة هتكون ربما شوي فيها تشويش لكن trust me you're gonna understand it metabolic pathways عندنا طرق أو عمليات أو مصارات للموتابلزم أو عمليات الأيضا في عمليات anabolic pathway بنائية وعمليات catabolic تعمل على الهدم وعمليات infipolic pathways وهذه عمليات تكون في النص بين anabolic والcatabolic وعادة تكون intermediate هنأخذ definition تباحة والتعريفات عشان تكون مرة واضحة فقال الانabolic عملية اللي هو البناء synthesis of components that constitute the body structures في عملية صناعة أو تركيب components المركبات هذه عشان يكون لنا اللي هو that constitute البطي عشان تكون مركبة في body في body structure يعني مثلا قد تكون لك العضلات المسلز قد تكون لك فهو أعطاك مثال بروتينات عملية تكوين البروتينات اللي هي تكون السكيلت المسلز اللي تكون العضلات الحركية الكاتابوليزم pathways اللي هي عملية عملية التكسير أو عملية التحطيم أو عملية الخسارة فهي عملية تكسير بايوموليكوين تريليس انرجي زي ما قلنا في البداية أخذنا الأكل بحجم كبير كسرنا قامت الانزيمات بايوموليكوين 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 فهي فهي اكورس بايوموليكوين بين التقاطع أو المنتابوليزم بايوموليكوين هنعرف شمعنا TCA Cycles هنعرف إيش وظائفها هنعرف كل حاجة عنها و كل شرح يقوم بوقته الرابط الملف المشروح هنا موجود في Description and I hope you understanding and see you soon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعلكم من جديد لشروحات جيدة بإذن الله لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطع عشان تشويكم الأشعارات أول بأول كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية JJJJ1X أو الدكتور جمال بالعربي هتضغط اشتراك وتفعل زر التنبيهات ممكن تدخلوا على القناة وتشويكوا عليها وتشوفوا الأشياء اللي فيها توجد فيها العديد من الأشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وإن شاء الله الكل يتفهمها غير كده في قواعم تشغيلية زي ما أنتم شايفين في عنوين طبية وعنوين تقنية وغيرها الكثير ما رح أطول معكم ممكن تروحوا وتتفحصوها بنفسكم وإلى مقطع جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم